نطمن حضراتكو الفريق ماشي ازاي المدير الفني كلم لعبته قال لهم ايه مين مصاب بنتطمن على اللعابة اللي موجودة ده مهم جدا في البداية بس اسمحوا لي عايزة تكلم على بعض اللعابين عايزة تكلم على حمودي حمودي لما نشوف المباراة احيانا فيه اللعاب يبقى عنده سوق توفيق لكن لما نرجع شوية للمباراتين افريقيا في الوقت اللي لعبه سواء في المباراة الاولى في مباراة الوداد ونزل وسحب الفرقة وكان مؤثر جوة الفريق في العشر دي اللي لعبها او الاثنشر دي اللي لعبه وكمان في المباراة النهائية لما نزل كان بيتحرك بمنتهى القوة احيانا فيه لعيب بيجي له سوق توفيق خصوصا في المباراة اللي فاتت كانت بينة جدا من الهدف اللي جابه شام محمد الكرة وتروح في القائم لكن هو فنشها عشر على عشر فمن هنا بنقوله كمل كلنا وراك بنسندك انت لعب كبير جدا كنت وانت في سموحها شايل الفريق لوحدك فانت بتلعب في النادي الاهلي فيه مسؤولية عليك كبيرة جدا وانت من اللعبة المهمة ما تستسلمش لسوق التوفيق هتيجي ولما تيجي هتفتح ان شاء الله لان انت واحد من اللعبة المحترمة كمان عايز اتكلم على محمد هاني اي مدير فني بيبقى اسعد مدرر في الدنيا ما بقى عنده تلات اربع لعبة بيلعبه في اكتر من مكان وخصوصا محمد هاني ما تسمع لهش مشكلة العب باكرايت اوكي العب فاصل الملعب اوكي برة 18 ما بتيش اي مشكلة احيانا بتيجي المشاكل بس ووكيل اللعبين يقعد يتكلم كتير وعرض ومش عرض النادي الاهلي اهم نادي في افريقيا والوطن العربي ولو عملنا مقارنة في فرق في اوروبا انا بقول لحضراتكم والله الاهلي اهم جماهريا وبطولات واسما فيه اندية كتير جدا وفيه دوريات كتير جدا اضعف من دورياتنا وانا مش عايز ادخل في تفاصيل لكن لازم نفهم اللي محمد هاني العب مهم من داخل النادي الاهلي لعب سردباك المباراة الاخيرة ادى فيها وراجل بمعنى الكلم عشان كده انا بشوف طول الوقت مستقبل الاهلي محمد هاني زي ما قلنا من شوية على احمد حمدي كمان عايز اتكلم على حسين السيد حسين السيد بيغيب يغيب ويلعب ويقدي للامانة فلازم نديله حقه يعني يغيب وعلي هو الترتيب كده فيه لعب بيبقى رقم واحد لعب رقم اتنين لما بيحصل هبوط ولعب يمسك في الفرصة تمسك فيها بأيديك واسنانك لأ لعب حسين لعب مهم جدا اما بيلعب الفترة الاخيرة كلها لما اخد فرص بيظهر بشكل كويس خليني برضو قدي له حقه ويبقى بنتكلم على حمودي حسين السيد محمد هاني مش عقيم بسم دلوقتي لانه لازم بقى رجله في الملعب اكتر من مباراة ولكن عنده سرعة غير طبعية في حتة اليمين وبيدي حلول للمدير الفني عنده سرعات مع احمد فتحي مع محمد هاني لما يبقى عندك اكتر من لعب بتقدر اللي انت يبقى المدير الفني هو اللي بيستفيده مصلحة الفريق كمان اللي انا عايزة اتكلم عليه واحد عايزة تدي له حقه بقى النهاردة تكلمنا عنه كتير وكل جماهير الاهلي بتحبه وغير جماهير النادي الاهلي بس احنا هنا قنف قوية بنتكلم عن لعبتنا محمد نجيب ايه الاخلاق دي الاحترام ايه الادب امركم سمعتم مشكلة لمحمد نجيب يبقى بيلعب الراجل ومبارات مهمة ويجي يخرج بره الفرقة يبقى احتياتي ولا شفناها زعل مصلحة الفريق اهم ايه الجدعانة دي ايه الرجولة دي نوعية لاعب النادي الاهلي ممكن ما يكونش ابن من ابنان النادي الاهلي لكن داخل في المنظومة وبروح النادي الاهلي موجود وحاجة لما تتعامل معاك كمان اخلاقيا حاجة تشرف حاجة تفرح فمحمد نجيب بوجيه لك التحية وان شاء الله يعني الف سلام عليك وترجع بسرعة لان واحد فعلا اخلاقيا الناس كلها بتقدروا الناس كلها بتحترموا ادي الصورة عمام حضرتكم في المبارات الاخيرة بشوف اللي برضو فيه اهدار للفرص كتير جدا انا بالمناسبة ما كنتش حاب بتكلم فنيا عشان الكل خلاص تتكلم ولكن فيه اهدار للفرص غير طبيعي ماينفعش الفريق النادي الاهلي تجيله عشر فرص ولا اكتر من عشر فرص لازم اتعامل من يبقى فيه جدية اكتر لازم فيه موراتها تبقى مقفولة فبالتالي لازم اتعامل بمنتهى الكوة مع الفرص ماينفعش لما ييجي خمسة اه ضيع واحدة اتنين ماشي اوكي لكن التلاتة وخصان اللي هي فرص سهلة جدا جدا طيب عايز اتكلم كمان وادخل بقى في بعض المواضيع المهمة جدا اللي بنقاشها